بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين لدينا سؤال من أحد الإخوة يقول فيه شيخا الحبيب بارك الله بعلمكم ونفع بكم لو تتكرم وتوضح لنا الضابط الشرعي في الحكم على إنسان بأنه من الصالحين حتى لا نقع فيه محضور أن نزكي على الله أحدا أولا أن تزكي على الله أحدا فهو إذا كان على سبيل الجزم أو أن تقطع الإنسان بأنه من أهل الجنة هذا ممنوع منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أجمعت الأمة على إمامته إذا أجمعت الأمة فهذا أمر آخر يعني هل نجزم بأن الشافع رضي الله عنه من أهل الجنة إن شاء الله بإذن الله هو من أهل الجنة قطعا لماذا؟ لأن الأمة أجمعت عليه والله جل جلاله لا يضل هذه الأمة رجل أمضى حياته لله وعاشها لله ومات لله وملأ الدنيا علما وفضلا ودينا هذا إن شاء الله في الجنة يعني نقطع إن شاء الله له بهذا أما إنسان من عامة الناس لا نقطع له بالجنة لا يوجد إجماع على فضله وكما كيف نعلم أن هذا من الصالحين؟ مقياسه كالشرع الشريف كيف؟ الكبائر لم يقع فيها أو وقع وتاب توبة النصوحة إذا وقع وتاب توبة النصوحة كثير من الصالحين والأولياء العارفين بالله كانت سبقت له جفوة وقد بدأ بهم صاحب الرسالة الرسالة القشيرية بدأ رسالته بمن سبقت له جفوة مع الله من كبار الأولياء والصالحين كمالك بن دينار والفضيل بن عياض وهؤلاء النخبة سبقت له جفوة مع الله وقال العلماء هذا فيها إشارة إلى مقام التوبة حيث بدأ به والسادة الصوفية يقولون رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا أولا الكبائر لا يوجد ثانيا الصغائر لا يكون مدمنا عليها إن وقع في شيء من ذلك تاب واستغفر وأناب من ذا الذي ما ساقت ومن له الحسنى فقط سوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد إلا المصطفى المجتبى وقع يعني مهما ترى حتى يعني اقرأ في كتب البخاري في مسلم فسب وجدع من سب وجدع هذا؟ من كبار الصحابة يعني يقع منهم أشياء هفوات هنات يسيرة صديق سب وجدع في المساهم مسلم يعني سب الشتيمة وجدع يعني جدع الله أنفك فعل كذا بك وكذا ذا جدع هذا معناها يعني المراد به يعني أن هذه الأشياء اليسيرة لا تسقط الكبار حتى وإن وقع في شيء منها هؤلاء هذه يغفرها الوضوء يغفرها يعني الله تعالى بمحض فضله بالاستغفار تذهب وهكذا طبعا مقام السادة الكبار الصحابة لا تتبي مثال مقامهم أعلى من أن يتكلم مثلي وأمثالي في من هو أدنى منهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزوا القنطرة ولكن أردت أن أبين لك أنه قد تقع هفوات من الكبار ولا تسقطهم ولا تقدح فيهم لأن مقامهم أعلى من ذلك رأيت إنسانا وقع في شيء من المعاصي الصغيرة لم يكن مدمنا عليها هذه من علامات الصالحين أن تراه محبا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام المسبح بيده دائما ذكر الله على لسانه دائما لا يخلو مجلس ما تتلجس معه إلا يذكر الله تعالى على الأقل يعني كفارة المجلس التي أمر بها النبي أو ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبه كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام كحامل المسك حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك أو أن تبتاع منه تشتري شيء طيب أو أن تجد منه ريحا طيبة وكذلك الصالحون الأولياء يبقى المكان على آثارهم عطرة كما قال سيدي أبو مديان في رأيته الجميلة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء من صفاتهم الكرم لا يكون بخيلا بخيل لا يكون في الأولياء لا يوجد ولي بخيل كانت ساداتنا الصوفية يقولون ويروى عن سن الهاشم محمد الهاشم يقول أقبح القبيح صوفي شحيح أقبح القبيح صوفي شحيح البخل حتى وإن وجده فيك قاوم نفسك جاهدها عودها على البذل طبعا من يدفع الزكاة يحرم شرعا عليك أن تصفه بينه وبخيل خذ أحكاما شرعية عرضيك أقل هو دفع الزكاة والصدقات الواجبة إن في المالي حق سوى الزكاة كصدقة الفطر ونحوها ولكن من صفاتهم هذا عدم الإخلاد إلى الدنيا من صفاتهم ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حينما سؤل أي جلسائنا خير قال من ذكركم الله رؤيته ترى فتقول الله لا إله إلا الله حديثه عن الله أو ما يوصل إلى الله لا يخلو مجلس من مجالسه من هذا إما أن يذكر الله أو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي على سيدنا رسول الله أو يعطيك العلم الشرعي الذي يوصلك إلى الله تعالى مجالسه ليست مجالس غيبة ونميمة وقيلوا وقالوا حكايات وقصص تجده محبوبا عند عباد الله يحبوه الناس يحبونه ليس بغيضا الولي لا يكون مبغوضا هكذا يكرهه الناس لا 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 يألف ويؤلف كما وصفهم سيدنا عليه الصلاة والسلام الموطؤون أكنافة أحاسنكم أخلاقا حسن الخلق من صفاتهم محاولة التمسك بالشريعة الغراء لا يهمل شيئا منها قدر المستطاع صنفوا في هذا الكتب جاء الإمام الشرعاني ألف كتاب لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية يعني كل ما جاء سيدنا محمد رسول الله عليك أن تعمل به وهذا عهد بينك وبين الله بمقتضى لا إله إلا الله من صفاتهم أنهم يحاسبون أنفسهم من صفاتهم الليون والسهولة في الدنيا ليس في الآخرة في الآخرة لا 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 يجوز لك أن تتنازل عن شيء كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا لله هذا من صفاتهم لا يغضب إلا لله لا يغضب لدنيا فإن وقع في شيء من ذلك تابه وأنابه استغفر النبه يرجع من صفاتهم أن لا يكون ألد خصم يعني عنده قدرة على المناسعة والخصام وشديد في هذا لا 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 هو يعني يؤثر الانسحافي مثل هذه الأشياء لأمر الدنيا أما يأمر الآخرة هكذا كما وصفهم قال كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار من صفاتهم يا أخي الحزن الشديد على خير يفوتهم والفرح الشديد بطاعة الله سبحانه وتعالى من صفاتهم أنك تتحسن أحوالك حينما تستمع إليهم ترتقي تجلس معهم تجد نفسك قد حصلت شيئا جديدا وصفاتهم كثيرة إذا أردت الاستيعاب فيمكن أن تقرأها في كتاب حلية الأولياء في الجزء الأول فقد فصل ووضح وأبان فهؤلاء هم الصالحون نسأل الله جل جلاله أن ينفعنا ببركاتهم وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين